أما بنتزيني في موضوع حساس وعايز حلول قوية لازم تبقى معنا مهابو بك ربنا يخليك يا الله المستعد النهاردة بنتكلم يا معا عن الوصاية وطبعا يعني 90% من الناس فرجوا على مسلسل تحت الوصاية وكلنا نفعلنا وإيه ده لا لا نحن عايزين نحل الموضوع ده إزاي الولاد بيبهدلوا كده وإزاي الأم بتتبهدل كده فالنهاردة هنسأل بقى أسئلة كتيرة يعني يمكن دارة في زين كل واحد فينا وهو بيتفرج على المسلسل وفعلا حقيب نعترف أن احنا مكناش مقدرين المعاناة والمشاكل اللي الأم دي عيشاها اللي جزها بيتوفى خلينا يا معا نقرأ أول سؤال معنا لأن أول ما قلنا موضوعنا عن الوصاية فبرضو جات لنا حلات كتيرة جدا لكن احنا هننقل من حالة لحالة من أبسط لأكتر تعقيدة السؤال اللي معانا جالنا من 6 جزها توفى من فترة قريبة وعلاقتها حلوة جدا بأسرة جزها واللي توفى يعني ودلوقتي هيبتدوا يخلصوا في إجراءات الوصاية المشكلة بقى اللي الست دي بتسأل عنها بتقول إن الجد عايز وصاية أحفاده وهو راجل كبير خايفة إنه ما يقدرش ويوفي بالتزاماتهم وينزل ويخلص مشاورهم واحتياجاتهم وهي بتسأل كمان إزاي تتعامل معاها وتطلب منه إن الوصاية تكون معاها وفي نفس الوقت مش عايزة تخسرهم أو تدخل معاهم في مشاكل يمكن المشهد ده معرفش أنت فرقتي المسلسل كله ولا لا بس المشهد ده أنا شفته حتى في المسلسل صحيح لما كانت رايحة تطلع البطاقة بتاع لها ستة كبيرة في السن وكان سكرها جالها قومت سكر وقعت لها ليه قعت لها أنا جاية أخلص لأحفادي ورق اليوم للمدارس بالضبط وهي دي بالضبط أنت جاوبتي على السؤال والله يا أمان تخليه شوف المسلسل الحقيقة أنه بجد يعني تحية للدراما وتحية للمتحدة أنه هي حطت إيدينا على عدة جروح نافذة متعلقة بالمرأة وأن الأزمة ملهاش علاقة بس بالقانون الأزمة ليه علاقة بالبيئة الحاضنة للقانون كمان يعني مثلا خليني عددلك بس بعض الحالات اللي جات بالفعل مش بس في تحت الوصاية عندنا مسلسل جميلة يعني حط إيده على حاجة شائكة جدا ليه علاقة بالنسب أنه إزاي حصل خلط فيه اللي كان فيه حقن مجهال فزي الطفل ده مش ابن الرجل ده وممكن تعمل إيه دي واحد عندنا مسلسل ستهم وتحية كبيرة جدا لورجينا في الحقيقة في مسلسل ستهم والمتعلق بفكرة المرأس برغم أن احنا عملنا تشارعات عظيمة في زل القيادة السياسية الحالية متعلقة بقصة المرأس إلا أن مزال المحيط بتاعنا أو البيئة الحضنة للقانون مش مستوعباها أيضا ما تم تروحه في عملة نادرة كل ده الحقيقة كان إنتاج المتحدة يعني صراحة الشركة المتحدة السنة دي يعني زي ما كده بتقول إيه أنا عارفة كلكم بتفكروا فيه صحيح وإيه مشاكلكم وإحنا هنعرضها مشكلة مشكلة ونحلها مع بعض بزاق فإنحي من هنا بنشكر الشركة المتحدة على هذا الإنتاج المتميز المبدع اللي تحس فيه خبرة في تناول الأحداث وخبرة في تناول المشاكل فإن شاء الله مزيد ومزيد من النجاح للشركة المتحدة